موسيقى 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 واهلا بكم فيديو جديد ومعاكم نهام شركة ايفون والنهاردة معادنا مع ريفيو جديد لمنتج جديد من منتجات ايفون وهو زيت شمرينج للجسم وكمان بودي مستة للجسم من الايم بتاع ايفون ولكن بريحة جديدة قبل ان نتدي الريفيو بتاعنا ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب وتعالوا اقول لكم رأيي فيهم ايه بالتفصيل زي ما انتو شايفين كده نازل معينا منتج جديد وهو ريحة جديدة من روايح ايفون كليكشنز طبعا ايفون كليكشنز كان نزل منها اه تلت روايح لبرفنات زهرية وبعد كده نزل منها ريحتين لبرفنات فاكهية وبعد كده نزل برفنتين كمان اه لبرفنات يغلب عليها الريحة الشوجري والفانيليا معينا بقى النهاردة ريحة مختلفة تماما عن كل اللي فات وهي ريحة فاكهية جميلة جدا وهي ريحة البرتقان او مع روايح اخشاب الكشمير مع ماء جوز الهند ودي مكونات المجموعة بتاعتنا واسمها سامر مانيا اسمها وريحتها ريحة صيفية جدا 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 ريحة منعشة رغم ان البرتقان او الجريففروت هو فاكهة شروية اه ولكن هي ريحتها وريحة الانتعاش اللي فيها ريحة صيفية وجميلة وكمان ريحة البرتقان او الجريففروت اللي فيها اه مسكر مع ريحة بقى جوز الهند هي ظهرة فيها بشكل بسيط بالاضافة لريحة خشب الكشمير ده مديها القوة والوضوح من اجمل اللي ريحته فاكهية اللي شمتها ريحته جميلة 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 جدا 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 فوق فوق ما تتخيلوا ريحته منعشة يعني عايز حد عايز انت عايش واخي تشاور بقى في الصف الحر بتاعنا اللطيف دوت الظه ريحتها تحفة تحفة يا بنات تحفة الفترة الاخيرة دي السنين الاخيرة الحر بقى حر كما ينبغي والساعة بقيت ساعة كما ينبغي ففي ظل الحر بقى الفوضيع اللي احنا بنمر بيه دوت خدتي دشك وخرجتي حتي البادي مست دوت وكمان بقى رطبتي جسمك بالزيت الروعة ده طبعا البادي سبري هو هو نفس ريحة الزيت من اروع الروايح اللي شمتها في في ريحة بقى او البرتقان مع ريحة مية جوز الهند انا من عاشقين جوز الهند عموما يعني بس ريحة المية بتاع جوز الهند دي مش واضحة قوي بس مدية البادي مست كده حتة شجري لطيفة وبسيطة ونفس الريحة موجودة في الزيت الزيت ده بقى انا حبيت 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 يعني ده اه عروسة والله غير عروسة ما تفوتهوش رائع 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 فوق الوصف اه اولا ترتيبه جميل جدا سنين زي ما انتو شايفين بصوا اللمعة والجمال بصوا بصوا سالسا الجسم بيمتصوا بسرعة جدا زي ما انتو شايفين هوزعوه دلوقتي كده اهو بصوا على طول الجلد شربوا ايه لمعة جميلة ريحة اجمل بصوا الجمال بصوا اللمعة اصلا بصوا ولا جمال الريحة يلا هوي هنا بقى ريحة البرتقان كده تحسني انت برتقاناية مسكرة كده في ذات نفسيتك يا خرابي على جميله يا خرابي تحطي بقى كده سبري بعد الشاور بتاعك و كمان الزيت ده بصوا رهيب رهيب و طبعا زي ما انتو شايفين فيه جليتر كل ما حطتي منه كل ما الجليتر كان واضح بشكل اقوى طبعا عايز تستخدميه من غير الجليتر تحطيه في اي مكان واقف كده فالجليتر كله هيتجمع في اسفل الازلزة من تحت زي ما انتو شايفين هيبقى من غير جليتر يعني ده ميزة الزيت اللي بيكون فيه جليتر تقدري تستخدميه بالجليتر وتقدري تستخدميه كمان من غير جليتر زي ما انا قلتلكو كده بمجرد بصوا الجليتر زي ما انتو شايفين بينزل يتراسب تحت شايفين حركته لو اتمنى ان انتو تكونوا شايفين الحركة بصوا كله بينزل لتحت فهيروح متجمع كله 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 مترسب في الازلزة من تحت ساعتها هتقدري تستخدميه من غير الجليتر عايزة الجليتر زي كده انا بموت فيه وبموت في الجليتر بتاعه هتبتدي ترجي الازلزة بالشكل ده هيبقى زي رائع جدا تقدر يتخديه معيكي كمان المصيف انا شايفها ان المجموعة دي مجموعة صيفية بحتة يعني هي نزلت معنا في الشتاء ولكنها بصوا الجميل ولكنها مجموعة صيفية بحتة حبيت الريحة جدا حبيت الريحة جدا الريحة من اروع ما يكون وهي كانت نزلة معانا زي ما انتو شايفين وهم معترفين او ترتيب برائحة الصيف بعد الاستحمام يعني هم معترفين ان هي صيفية وهي مكتوب عليها اصلا سامر وهنا كاتبين يطيل احساسك بالصيف برائحة منعشة فهم معترفين ان المجموعة الجديدة دي مجموعة صيفية بتدي بهجة بتدي انتعاش ريحتها جميلة زي ما انتو شايفين كده رسميا الجريفروت والبرتقان الاحمر انا هنزل لكم مكوناتها على الشاشة هي مكوناتها كاتبين البرتقان الاحمر اللي هو وماء جوز الهند وخشب او اخشاب الكشمير مش عايزة اقول لكم الجمال 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 الزيت دوت انا عندي منه اربعة او خمسة بصراحة جبته بكمية لان حبيت 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 احنا عندنا تلت حاجات فيها شامر في ايفون عندنا تلت زيوت فيها شامر في ايفون هو الزيت دوت بتاع وكمان الزيت بتاع اللي هو بالعود فيه بردو شامر وكمان الزيت بتاع بس الزيت بتاع رحته انوسية قوي رحته فيه انوسة كده والتلاتة عادي تقدر تستخدميهم للجسم والشعر ما فيش مشكلة انا عادي باستخدم ده للشعر ما بيقولش لأ وبيدي ريحة جميلة ولمعة رائعة اما فيما يخص بتاع العود فالناس اللي بتحب ريحة العود هتحبوا جدا لكن انا بالنسبة لي دوت والزيت بتاع انكانتو اللي هو المجموعة بتاعه دول اكتر اتنين زيت شامر انا بحبهم في ايفن بالنسبة للريحة بالنسبة للترطيب رائعين رائعين انصح البنات لو نزل عروض اي وقت على الزيت او الاسبري تجبوهم وما تترددوش ابدا هم كانوا نازلين معانا في يناير واكيد هيظهروا معانا في بروشورز تانية كتير وفيه كمان العروض الداخلية فعشان تقدري تستفيد منهم اي وقت ينزلوا وكلميني على الرقم الموجود اعلى الشاشة عشان نعملوا العضوية سوا وبمجرد ما يتوفروا تانية تقدري تجيبيهم اي وقت بالاضافة ان انت هتقدري تحصلي على خصومات على اسعار البرشور وكمان هتقدري تستفيد من العروض الداخلية بتاعت الاعضاء ويتخديها باسعار مخفضة وكمان اقل سعر احنا على مستوى جمهورية مصر العربية والله احبب ان هو يطلبهم من عندي من على الجروب فالزيت انا مغفرة بكميات يعني ما شاء الله يقدر برضو يكلمني هيلقي في صندوق الوصف وكمان في اول تعليق مثبت واسم الجروب هينزلوكو على تقدروا تخشوا وتطلبوه مني اتمنى يكون ريفيو افادكم متنسوش اللايك وشير وسبسكرايب واشوفكم فيديوهات حلوة كتير وريفيهات احلى على خير باي باي